موسيقى خلال الاحتفال بالتخرج الدفاعات الجديدة من الكليات العسكرية الرئيس السيسي يؤكد أن مصر طاقف على أرض صلبة وقادرة على مواجهة كافة التحديات الفرلمان اللبناني أجل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونية مجلس الأمن الروسي يقول أن قبول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وكفيل بتصعيد الصراع إلى حرب عالمية ثالثة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بالتخرج دفعات جديدة من طلبة الكلية العسكرية بمقر الكلية الحربية بدأت فعليات الاحتفال بعصف السلام الجمهورية أعقد ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية لرئيس السيسي بدأ العرض بظهور مجموعة من طائرات الهاليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية أعقب ذلك قامت مجموعة من طلاب الكليات العسكرية باستعراض مهاراتهم من خلال العرض الرياضية والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس ثم شكل الطلاب بأكسادهم عبارة أكتوبر 49 تخليدا للذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وفي كلمتي خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية قال الرئيس السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادر على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات وذلك بفضل الأمن والاستقرار في البلاد بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله سنعبرها بخير وسلام وأتصور نحن كلنا متابعين كل المصاعب الموجودة ليس عندنا في بلدنا بس في الدنيا كلها لكن زي ما قلت كده الأزمة بتاعة كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثارها يعني لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص يعني احنا نقدر نقول إن الموضوع ده يعني أثاره بقت يمكن التعايش معه برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها دهية حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي لكن أزمة وحتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان اللي يبقى تبقى الأوطان تبقى البلاد يبقى الاستقرار يبقى الأمان يبقى السلام كما أكد رئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما أنتوا دوركوا كبير قوي قوي ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبعة ثمان سنة لفت ما احنا كنا نهاردة بنحتفل أو بنقول أسماء قادع عزام كانوا موجودين وفيه شهداء لينا ومصابين كانوا في أكتوبر احنا بنحتفل كل سنة بالذكرى والانتصار ده اللي أنا عايز أقوله برضو حتى في حربنا ضد الرهاب كان فيه شهداء ومصابين دايما حارسين نحنا نذكرهم ونأكد أن احنا مش بس الدولة مش أنا مش الحكومة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن فيه أسرة قدمت ابنها الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده وبعدين قدمته لبلدنا هنا وقدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه أنا أقول كده للزباط الجدد لأن ده دور هو ده دور الجيش دور الجيش إنه هو يحمي ويصوم ويضحي عشان تبقى البلد دايما سابتة مستقرة آمنة سالما إن شاء الله قال رئيس عبدالفتاح السيسي إن التخرج من الكلية العسكرية يعض خطوة مهمة ورائعة في حياة كل خريج سواء كان من الكليات العسكرية أو من الكليات المدنية وأشدد الرئيس على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومواجهتها أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط وأتمنى لهم كل التوفيق أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج وده الحقيقة يمثل خطوة مهمة وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك حياة كل اللي تتخرجوا إن شاء الله سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية وخلينا أقول لكم وكلام دلينا كلنا في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايما بتبقى متغيرة ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبما شئته كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها لو كنت شفته من من سنتين في حفلة ممثلة كنا كلنا وقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها وكانت ناس كلها متصورة ساعتها أن الموضوع يعني أخر الدنيا لا مش أخر الدنيا ولا حاجة انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى وعبرت زي ما كتير من الأزمات بتعبر هذا وقد قلد رئيس سيسي أوائل الخريجين نوطة الواجب العسكرية جاء ذلك خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقار الكلية الحربية موسيقى 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 سيادة اللواء يوم حافل بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية رئيس سيسي شاهده اليوم كيف تبعت هذا الحضور الرئاسي وأيضا هذا التواجد من أسر الخارجين الحياة هذا الحضور الرئاسي ودائما شارك فيه السيد الرئيس أسر الخارجين وأبناءه من الضباط الخارجين احتفالا بتخرجهم وانضمامهم إلى العمل الميداني وهنا الحياة الاحتفال كان احتفال شامل وكبير وأكد فيه السيد الرئيس على أهمية اعتماد الوطن على قوة هذا الشباب ليس الشباب من خديق الكليات العسكرية فقط أو الشرطة فقط ولكن كفت شباب الوطن بالكامل وهناك دور أهم جدا بتقوم به الكليات أو الأكاديمية العسكرية الآن هي الممثلة في الكلية العربية وهي في الكلمة التي أوضحها السيد المدير الكلية عندما قال أننا أيضا نعمل على تأهيل الدارسين أو المنضمنين إلى الوظائف المدنية تأهيلا عسكريا بسيطا يؤهلهم أو يؤكد على عملية الانتماء والولاء إلى الوطن وتأكيدا لذلك بناء وأساسا مشاركة في بناء الوعي لمواجهة كافة الظروف التي تحيط بنا من كل جانب سواء كانت هذه الظروف أو التحولات أو التغيرات هي تحولات مدنية زي اللي حصل فيه كورونا أو ما ينسحي بنا الآن من أزمات حول العالم نتيجة ما هو دائرة الآن على الساحة العالم نعم صحيح هذا الحديث فيادة الواق رئيس أكد في هذا الإطار خلال كلمته اليوم عن أهمية الأمن والاستقرار بالنسبة للدول والأوطان أهمية تأكيد على هذه النقطة خصوصا في يوم الاحتفال بتخرج دفعات جديدة أجيال جديدة تنضم إلى أجيال سابقة دفاعا عن هذا الوطن الأمن والاستقرار هو أساس التنمية وهو أساس التطور وهو الأساس الذي نعتمد عليه جميعا الآن في بناء الجمهورية الجديدة فبناء هذا الأمن وهذا الاستقرار والوعي وغرس الوعي في الشباب الموجود والشكر والأتراف الجميل للشعب المصري وللأسرة المصرية وللأم والأب المصري الذين يمثلون المثل والقدوة لهؤلاء الشباب الذين سيقومون بصيانة الأمن القومي المصري وحماية الأوطان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليست المنطقة فقط أشكرك سيادة الوائد دكتور أركان حرب محمد ذاكي الأل في المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال مدير الأكاديمية العسكرية المصرية اللواء أشرف زاهر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير منظومة إعداد الطالب على أعلى مستوى أكيد إحساس لا يوصف من السعادة وده نتاج عمل ضخم وجهد شاق للوصول للحظة اللي احنا موجودين فيها انضمام جيل جديد من الضباط الجدد والمؤهلين علميا وعمليا ولديهم الوعي الكافي للقيادة بصفوف قواتنا المسلحة هو مش في سينة فقط ولكن الضباط بيتوزعوا على وحدات القوات المسلحة بجميع الجيوش والمناطق لكن أنا عاوز أقولك أن بينهم وبين بعض بيتنفسوا وبيتمنوا أنهم يخدموا في سينة مع زملائهم الأبطال اللي بيقوموا بواجبهم المقدس في حماية أفضمص دايما القيادة العامة لقوات المسلحة بتسعى لتطوير منظومة إعداد الطالب ليكون ضابط زكفاء علي بيتمتع بالعلم والانضباط ولديه وعي عالي وملم بالأحداث سواء كانت أحداث داخلية أو إقليمية أو عالمية إن شاء الله يكون هو والزميلة أضافة قوية لقواتنا المسلحة بإذن الله ويقودوا من هم تحت قيادتهم بفكر متميز هذا قد أكد مدير الكلية العسكرية التكنولوجية لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى أن طلاب الكلية تلقوا أعلى مستوى تعليمي يشملوا التدريب على أحداث المعدات خارجين الكلية العسكرية التكنولوجية طلقوا خلال مدة دراستهم على أعلى مستوى من التعليم إحنا طبعا التعليم عندنا بيعتمد على أربع محاور محور طبعا عضو هاي التدريس والطالب والمنهج والبيئة التعليمية إحنا الحمد لله كل شق من الأربع مراحل دول إدنا لهم أعلى أهمية عشان خاطر الطالب اللي هيتخرق هيقدر يلتحق بالتشكيل الوحدة اللي هي تسلحت الحمد لله شكر الله قواتنا مسلحت تسلحت به العديد من التسليح الحديث وده طبعا لازم يتطلب أن اللي هيتعامل مع هذه المعدة لازم يتلقى أعلى درجة من التعليم التقني أو التكنولوجي من جانبه قال مدير الكلية الجوية اللواء طيار أركان حرب يسري السيد هلال قال إن الطلاب تم تأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير وقيادة والتعامل مع أحدث أنواع الطائرات طبعا طلبة الكلية الجوية بيتم تأهيلهم علميا وعمليا بجميع التخصصات لمواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة الطيارات اللي هيتر عليها في القوات الجوية وبيتم تدريبه وتأهيله للقيام بأي مهمة يكلف بيها من القوات الجوية طبعا بيتم تأهيل الطالب تيار وجوي بتأهيل علمي وبعد كده العملي في الطيران التأهيل العلمي بيتم على أحدث أساليب التعليم في منظومة الزيرو كولاينت يعني كل طالب في كلها الجوية ليه حاسب أو ليه كمبيوتر خاص به ودي محمل عليه جميع المواد جميع المناهج البنك الأسئلة وبيتم تقييم هذه المنظومة بمنظومة الـ Learning Management System ودي بتدار على أعلى مستوى من الكفاءة أما مدير الكلية الفنية العسكرية لواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال فقال إن الاحتفال بالدفع 59 للكلية جاء مع إنشاء أول قسم متخصص بعلوم الفضاء لما أصبح لها من تأثير على الحروب المستقبلية كلية الفنية العسكرية بتحتفل اليوم بتخريج الدفع 59 من الكلية الفنية العسكرية والحقيقة اللي بنقدم للقوات المسلحة والمصر بالكامل مجموعة من الزباط المهندسين القادرين على تعامل مع كافة نظم التسليح مسلحين بالتكنولوجيا مسلحين بالعلم الهندسي الكافي للتعامل مع كافة نظم التسليح داخل قوات المسلحة طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن النهاردة علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية بيتعامل محدد في الحروب الحديثة ويمكن أبرز مثال على كده الحرب الروسية الأوكرانية واللي بتبين إن كل التحكم بالكامل بيبقى من خلال الأمار الصناعية فإحنا فطننا لكده داخل قوات المسلحة والكليا الفنية وانشأنا بالفعل أول قسم مختص بعلوم الفضاء بيتعامل مع كافة علوم الفضاء وبيأهل الطالب ليكون قادر على العمل في منظومات الأقمار الصناعية المختلفة أوضح مدير الكلية البحرية اللواء بحري أركان حرب محمود عد الفوزي أوضح أن عملية ضخ دماء جديدة في شرايين البحرية المصرية مستمرة ومتواصلة إحنا بنبتدي أول بتطوير المناهج وده بصفة دائمة عشان تواكب التسليح الحديث اللي بيخش الكوات البحرية تطوير المناهج بيبتدي إن إحنا حولنا كل المناهج دلوقتي للتعليم التفاعلي الانتراكتف ليرنينج منظومة التعليم الرقمي فالطالب يبقى عنده السنس بتاع الوحدات البحرية الحديثة دي والتكنولوجيا تعيدتها قبل ما يروحها ثم بنضرك بعد كده في الزيارات ميدانية للوحدات ثم النقوات البحرية بتخصص وحدات بحرية حديثة لتدريب طلبة الكلية البحرية داخل المياه الإقليمية ثم عندنا نوعين من المعسكرات في عندنا معسكر التدريب الداخلي وده بينفذ لطلبة سنة ثانية أو ثالثة وده بيتعرف فيه على مصرح العمليات البحري الجمهورية مصر العربية سواء في البحر المتوسط في نطاق الأسطول الشمالي أو البحر الأحمر في نطاق الأسطول الجنوبي وبيتعرف فيه على الأهداف الاقتصادية والحيوية وقناة السويس وخليج السويس والجزر الهامة والحيوية التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة مجلس النواب رواندية وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجامعية الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمعقدة بالعاصمة رواندية كيجالي وقد أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا مؤكدا انتباء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقية واعتزازها بذلك وخلال اللقاء استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود دولة مصرية لاستضافة الدورة السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في تفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 وفي نهاية اللقاء واجه المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لرئيسة مجلس النواب رواندي لزيارة مصر لتعزيز تعاون البرلماني المصري رواندي وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابع والعشرين لقمة مؤتمر دول الأطراف في تفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 والتي تعقد في الشهر القادم وأكد رئيس الوزراء على أن هذه الزيارة تأتي بهدف مواصلة ومتابعة ترتيبات عقاد المؤتمر مع قرب موعد المؤتمر وذلك لضمان خروج هذا الحدث بالصورة المشرفة واللائقة أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العامة لمتابعة ملفات عمل الوزراء وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الشركات السابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيجة كما تم تحديد متفلبات التطوير لشركتين النصر والدلتة للأسمدة من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية وشركات عالمية وذلك بهدف زيادة الطاقة الانتاجية كما تم استعرض عدد من الفرص الاستثمارية ومجالات الشركة مع القطاع الخاص في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم قطاع صناعة الدواء باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار وخلال اجتماعه برئيس هيئة الدواء لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة أشار مدبولي لاهمية تعظيم الإمكانيات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء تناول الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين صناعة المستحضرات الطبية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تضمن رصدا للمقترحات التي استقبلها الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادية من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادية واشار التقرير إلى استقبال نحو 215 مقترحا يضم العديد من الأفكار ورؤى الجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الحكومة منذ اطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي وقد كلف رئيس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لجميع المقترحات وتقديمها للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي سيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر مع إمكانية دعوة أصحاب عدد من الرؤى والأفكار المتميزة لطرحها في المؤتمر الاقتصادية أكد الأمين العام لمجلس النواب المصاشر أحمد منع أن العالم يمر الآن بتوقيت استثنائي من حيث تعدد التحديات غير النمطية وهو ما يضع الاستقرار العالمي على المحك ما يجعل الأمنات العامة للبرلمانات مطالبة بتصميم استجابة وقائية لتلك الأزمات النوعية جاء ذلك خلال كلمتي في إطار مشاركته في اجتماع جمعية الأمين العامين للبرلمانات الوطنية على هامش إعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي كما استعرض الأمين العام لمجلس النواب الجهود التشريعية لمجلس النواب المصري وآمنته العامة في مواجهة التغير المناخي باعتباره التهديد الأكبر والوجودي على مستوى العالم وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 116 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبطات تبلغ قرابة 134 طن أعلن مجلس النواب العراقي بدء جولة ثانية لاختيار رئيس الجمهورية وقد أخفق البرلمان ثلاث مرات في هذا العام في انتخاب رئيس الجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلاثين المطلوب لذلك وعدده 220 نائبا من أصل 329 وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القادم بمنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت وأكد القادم أن الحكومة تدعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية وشدد القادم على رفضه القاطع لأي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطية مضيفا أنه وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن أعلنت مصادر عراقية سقوط ثلاث صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد بالتزاون مع بدء جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للعراق وفي كردستان العراق سقطت ثمانيات صواريخ ككيوشا على الأقل وتم إطلاقها على حقل للغاز وقالت مصادر أمنية أن الصواريخ سقطت في محيط الحقل ولم تسفر عن سقوط دحايا ولم تؤثر على العمليات التي تسير بشكل طبيعي داخل الحقل أرجى رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بيري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى العشرين من أكتوبر الجاري وذلك بعد فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني المطوبة وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان اللبنانية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي عقدت مجموعة السلام العربي اجتماعا في مقر الجامعة العربية لانتخاب مجلسها التنفيذي وإعلان انطلاق عملها والتعريف بها وعقدت المجموعة جلستها الأولى لاختيار هيئة رئاسة المؤتمر ولجنتي اعتماد وصياغة البيان الختامي والقرارات والتوصيات وخلال الجلسة تمت مناقشة قرار بالانضمام إلى مجلس السلم العالمي في هلسانكي ومنظمة التضامن الأفرو أسيوية ومنظمة السلام العالمي في استقال اليوم اجتماعنا مجموعة السلام العربي العربي نحن معنيون بقضايا السلام ما بين المعادلات الوطنية داخل القطر الواحد يعني لدينا اسهام في الموضوع اليمني في الموضوع الليبي في الموضوع السوري في موضوع الفلسطيني الانقسام الفلسطيني ما أعنيه بأنه إلى جانب الجهود الرسمية وإلى جانب جهود الجامعة العربية قلنا لابد للمثقف العربي والسياسي العربي أن ينزل عن مقاعد المتفرجين إذا جاز التعبير وأن ينخرط في عمل من شأنه خدمة القضايا وقضايا السلم العربي العربي تنطلق هذه المجموعة في مؤتمرها التأسيسي في رحم وتحت مظلة وظل قبة جامعة الدولة العربية بيت العرب الأول هذا الدعم كله حديث يعني عهد ولكن نشاطاتنا إحنا كانت ولا زالت مستمرة في نفس الاتجاه ونحو بناء الفكر السلمي وفكر السلام وإعادة تشكيله في مجتمعاتنا العربية هي منظمة مهنية غير سياسية غير حزبية غير حكومية لا تستهدف الربح الخاص وإنما هدفها خدمة المجتمع العربي وصولا إلى تحقيق السلام عبر الحوار عبر حل الخلافات بالوسائل السلمية عبر التشجيع على مبادرات للمصالحات العربية العربية إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال رئيس مجلس الدوم الروسي إن بلاده سترد بصورة أكثر سرامة إذا واصل النظام الأوكراني هجماته فضف أنه لا يوجد مكان في العالم يتفاوض فيه أحد مع من وصفهم بالإرهابيين موضحا أنه يجب العثور على كل منظم ومرتكب الهجمات من جهة أخرى قال أليكساندر فيدين كيتوف نائب أمين مجلس الأمن الروسية إن قبولا ضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطية سيكون كافيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة رحب الأمين العام لحلف الأطلنطية ينسي ستولتنبرج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن الذي أكد على ضرورة بدل مزيد من الجهود من أجل دعم أوكرانيا مهما كلف هذا الأمر أعتقد أن حلفاء وشركاء النيتو ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وجهوا رسالة خلال اجتماعهم بفادها أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر سنزيد من دعمنا لأوكرانيا وبخاصة منظومات الدفاع الجوي رحب أيضا بالرسالة القوية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي كانت تصويته في الأمم المتحدة إدانة واضحة للضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ودعوة واضحة لروسيا والرئيس بوتين لإلغاء هذه القرارات واحترام سلامة أراضي أوكرانيا قال وزير الخارجية روسية سيرجيلا بروف أن القرار الأمم المتحدة والذي يندد بضم موسكو لمناطق أوكرانية معاد لروسيا واضح لبروف أن القرارات تخذ باستخدام الترهيب الدبلوماسية ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بقرار روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلوها ودعت جميع البلدان إلى عدم الاعتراف به قال الرئيس الأوكراني فولاديمار زيلانسكي أنه يجب إكبار موسكو على الامتتال لمطالب الوكالة الدولية لطاقة الدرية بالسماح بنزع السلاح الكامل لمحطة دابوريجيا أضف زيلانسكي أنه يجب على روسيا ليس فقط إزالة معداتها العسكرية بل عليها أيضا إخلاء جميع مقاتلها وأدلى زيلانسكي بتعليقاتي في خطاب بالفيديو أمام الجمعية البرلمانية لمدلس أوروبا إلى نقطة العودة وصلت الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما ضمت موسكو أجزاء من كييف وأمطرت القوات العسكرية الروسية سماء عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف بالصواريخ الأمر الذي تسبب في عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المباني وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ثلاثمائة منطقة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن روسيا تنسف السلام والأمن الدوليين بضمها أجزاء من أوكرانيا وأكد أن العالم أصبح متحدا أكثر من أي وقت مضى لمواجهة روسيا بعدما يقرب من ثمانية أشهر من هذه الحرب أظهر العالم للتو إنه أكثر اتحادا وأكثر تصميما من أي وقت مضى على محاسبة روسيا على انتهاكاتها الأحداث الأخيرة في أوكرانيا دفعت عددا من الدول إلى تزويد كييف بالأسلحة فبريطانيا أعلنت على لسان وزير الدفاع بن ويلس أنها ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ كروز بن ويلس أكد أن بلاده ستتبرع بصاروخ إمرام وهو عبارة عن صاروخ جو جو متوسط المدى سيتم تسليمه لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة يمكن استخدامه مع أنظمة الصواريخ أرض جو المتقدمة ناسامز التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها كما تعهدت بريطانيا بأنها ستتبرع بمئات من صواريخ الدفاع الجوي من أنواع أخرى إلى جانب المزيد من الطائرات المسيرة وثمانية عشر مدفع هاوتزار المسؤول البريطاني برر أسباب دعم بلاده بكل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بأن الضربات الروسية الأخيرة العشوائية على مناطق مدنية في أوكرانيا تتطلب المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن بلدهم أما ألمانيا فقامت بتسليم أوكرانيا أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز إيرستي التي تستطيع عمل درع واق بطول أربعين كيلو مترا وتستطيع ضرب هدف على ارتفاع عشرين كيلو مترا وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أكدت أن إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة المساعدات الغربية لكييف تأتي بعد فترة صعبة مرت على أوكرانيا جراء قصف روسي جاء ردا على تفجير جسر القرم وهو الأمر الذي اعتبرته موسكو تجاوزا للخطوط الحمراء واستهدف جزءا من أراضيها هاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة مكراف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية أوضح مسؤولين أن منشآت حيوية للبنية التحتية تعرضت للقصف بما قالوا أنها طائرات مصيرة انتحارية وقال قائد شرطة منطقة كييف أن القصف لم يسفر عن أي أصابات طلب الرئيس الروسي فلادمير بوتين بإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية التي سمحت بسيطرة على التقنيات والعيش على حساب الآخرين ودعا بوتين في كلمات أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أسيا إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية ضرورة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية لدول أسيا والقضاء على المجموعات المتطرفة ووقف تمويلها والعالم أصبح متعدد الأقطاب وأسيا تلعب دورا هاما إن لم يكن الأهم في النظام العالمي الجديد لأن دول أسيا تعتبر قاطرة الاقتصاد منظمة جنجهاي للتعاون مهمة وكذا منظمة دول شرق أسيا والاتحاد الاقتصاد الأوراسي الذي يساهم في تعزيز التنمية والاقتصاد والتجارة في الكارة قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار الذي اتخذه تحالف أوبك بلاس الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود وأشارت الوكالة إلى أن التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن قطة أوبك بلاس لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط وتضم الوكالة في عضويتها الولايات المتحدة ودولة من كبار المستهلكين ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المطاقع في سبتمبر وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع في الوقت ذات اتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه يجب أن تحافظ على هذه الوتيرة لبعض الوقت لتحقيق هدف البنك المركزي الأمريكي بخفض التضخم وفقا لما جاء في محضر اجتماعي للمجلس والذي استمر يومين في الشهر الماضي من أجل تحقيق هدف البنك المركزي الأمريكي بخفض التضخم اتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي على أنهم بحاجة لانتهاج سياسة أكثر تشددا ثم الحفاظ على هذه الوتيرة لبعض الوقت ووفقا لما جاء في محضر اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي فإن العديد من مسؤول البنك المركزي الأمريكي أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم من المرجح أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات قاسية في الوقت نفسه اتفق صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي على أنهم يعتقدون أن هناك حاجة مريحة لكبح التضخم حتى لو كانت سياستهم المتشددة بشكل متزايد تعني ارتفاع معدلات البطالة وشكلت الأسابيع الماضية نقطة تحول للأسواق المالية التي تشبثت معظم هذا العام بأمل في أن يعكس مجلس الاحتياطي للتحادي ما صاره العام المقبل ويخفض أسعار الفائدة في مواجهة طباط النمو وارتفاع معدل البطالة وحاولت الأسواق استيعاب السياسة المتشددة للمجلس لكن الآثار المباشرة ظهرت في خسائر كارثية لأسواق الأسهم الأمريكية وارتفاع سريع في عوائد الضيون الحكومية وصعود الدولار الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع السيئة في الأسواق الخارجية وترجح توقعات صانع السياسة بالبنك المركزي الأمريكي أن يتروح المعدل المستهدف لسعر الفائدة حالياً في نطاق 3% و3.25% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 على أن يرتفع إلى نطاق 4.25% و4.50% بحلول نهاية العام وفي الشهر الماضي رفع مسؤول مجلس الاحتياطي للتحدي أسعار الفائدة بمقدار 3.4 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً تجدد الإدراب في مصافي الشركة توتال إينارجي الفرنسية بشكل كبير وذلك بعد مرور يوم على فشل المفاوضات مع الإدارة وقال إيريك السيليني عضو الاتحاد العملي العام في فرنسا إنه تم تجدد الإدراب في مصفات نورماندي وفي مصفات النفط الرئيسية كانت الحكومة الفرنسية قد وجهت أمراً لبعض عمال مصافي النفط بضرورة العودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر الإدراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل ولكن عمال مصافي النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم لاحتجاجية وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة قدمتها سولوفاكيا بقيمة 10 ملايين يورو لدعم مصنع المنتجات الزراعية وقطاع إنتاج الغذاء وتمكن هذه الخطة سولوفاكيا من دعم الشركات وتزويدها بالسيول اللازمة التي تحتاجها لمواصلة أنشطتها كانت سولوفاكيا قد أخترت المفاوضية بمخطط قيمة 10 ملايين يورو لدعم الشركات في سياق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وبموجب ذلك سيكون الإجراء مفتوحاً للشركات من جميع الإحجام في قطاعات تصنيع المنتجات الزراعية أو في إنتاج الغذاء قالت الهيئة العامة للأحصاء أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1% في سبتمبر مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافقة وأضافت أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغى 3.10% في سبتمبر على أساس شهرية ما تسبب في زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3% في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6% أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونجون على إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيد المدى ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة وتشغيل أسلحة ذات قدرات نووية تم نشرها في وحدات عسكرية لافتة لأن التجربة تهدف لتعزيز الكفاءة القتالية بقعة أخرى من العالم تزداد التهابا وتدخل مرحلة أعلى من مراحل الصراع في شبه الجزيرة الكورية حيث أقدمت كوريا الشمالية على تجربة صاروخية جديدة قادها الزعيم كيم جونجون وأطلقت بيونج يانج صاروخين من طراز كروز استراتيجيين بعيد المدى حلق فوق البحر لمسافة ألفي كيلو متر وقال يونج أون في تعليقه إن التجربة الصاروخية عبارة عن تحذير واضح للأعداء وتطبيق عملي للقدرات القتالية للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية والحرب في أي وقت واتخاذ زمام المبادرة بشكل عام وخلال أسبوعين كاملين انخرط كيم في الإشراف على تدريبات تكتيكية نووية استهدافت كوريا الجنوبية على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية وشملت استخدام حاملة طائرات وأحدثت التجارب الأخيرة ردود أفعال قوية في اليابان وحلفها الغربي حيث أكد وزير دفاع اليابان ياسو كازو هامادا أن وزارته تعتقد أن كوريا الشمالية حققت بالفعل تصغير الرأس الحربي النووي اللازم لتجهيز الصواريخ الباليستية برؤوس نووية كوريا الشمالية أحرزت تقدماً كبيراً في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية وتورت رؤوس النووية صغيرة مصممة لتلائم الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تصل إلى اليابان بالنسبة لنا ننظر بشكل مواقعي في كل شيء دون إخفال أي خيارات ونعمل على تعزيز القدرات الدفاعية الأساسية بما في ذلك قدرتنا على الهجوم المضاد واستلزم الوضع المتأزم خطوة جديدة لنزع الفتيل المشتعر بتصريحات في غاية الدقة كما استلزم الحذر من الجانب الكوري الجنوبي حيث قال الجيش الكوري الجنوبي إن كبار الضباط العسكريين من كوريا والولايات المتحدة واليابان سيعقدون محادثات ثلاثية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إنه يبحث بحرص الاحتمالات المختلفة حول كيفية تعزيز الرضع الأمريكي الموسع ضد التهديدات النووية المتزايدة من قبل الجارة الشمالية وأنه يستمع بحرص لجميع الآراء ببلاده وبالولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من الصعب التأكيد أو الإجابة بشكل واضح بشأن هذه القضايا الأمنية يأتي الاجتماع الثلاثي لرؤساء الدفاع في الوقت الذي يستعد فيه الجنرال كيم لحضور اجتماع اللجنة العسكرية ليبقى الوضع متأزما في انتظار نزع فتيل التوتر يعقد مسؤولون عسكريون كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات الأسبوع المقبل بحث مواجهة تهديدات الكورية الشمالية المتطورة ووفقا لوكالة يونهاب الكورية من المقارر أن يجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة مع نظيريه الأمريكي والياباني الخميسة المقبل في الاجتماع الثلاثين لرؤساء الدفاع وسط توترات ناجمة عن سلسلة من الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية بما في ذلك اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في الرابع من أكتوبر فوق اليابان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك الأنباء وشددت الوزارة على أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي اختتم رئيس الطائفة الإنجلية الدكتور القصة أندري ذاكي جولته الرعوية بالولايات المتحدة والتقى خلالها عددا من قادة الكنائس ومنظمات المجتمع المدني الدولية كما ذر عددا من الكنائس الإنجلية العربية في عدة ولايات والتقى خلال جولته بعدد من قادة الكنائس العربية بالولايات المتحدة وذلك لإعداد مؤتمر الكنائس العربية الذي من المقارر أن يتم تنظيمه العام المقبل في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمنتدى التغير المناخي كوب 27 في نوفمبر القادم تم الانتهاء من ممشا سياحي جديد بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف القمة بالإضافة إلى ذلك قد تم تطوير ممشا خليج نعمة وغيرها من الأماكن بالمدينة تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبال الحدث الدولي المهم في نوفمبر القادم وهو قمة المناخ كوب 27 ومن بين التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف القمة الدولية إنشاء ممشا سياحي جديد ليكون إضافة قوية إلى مدينة شرم الشيخ ومقصدا سياحيا جديدا لمدينة السلام التي تستعد لاستقبال ضيوف قمة المناخ مدينة شرم الشيخ هي مكان رائع يمكن أن نستمتع ونستجم فيها بحرها رائع الحقيقة أن شرم الشيخ تطورت كثيرا في الوقت الحالي وشهدت فنادقها وشوارعها تحسنا كبيرا بالتالي أصبحت مدينة جميلة كما أنها تتجه لأن تكون أيضا مدينة صديقة للبيئة محل إقامتي في شرم الشيخ رائع جدا والممشا السياحي الجديد جميل ويعطي انطباعا جيدا عن مدينة السلام التي لم تكن تشهد قبل ذلك هذا التطور الحالي وحينما جئت للمدينة اكتشفت أن الأمور تغيرت كثيرا للأفضل ممتاز جدا يعني إضافة حلوة قويل شرم الشيخ خاصة أن الممشا ده ما كانش موجود قبل كده يعني كانت المنطقة دي كلها فاضية تماما ابتدت بحيوية ابتدت ببقى فيها منظر ابتدت ببقى فيها روح حلوة أنا موجود هنا تقريبا بقى لي أسبوع وشفت التطور بتاعه تقريبا سريع جدا يعني هو عمل في أقل من أسبوعين تقريبا أنا جئت لقيته بيشغالين فيه وخلص الأسبوع ده أعمال التشجير والإنارة بالممشا السياحي الجديد وصلت إلى مراحلها النهائية حيث من المقرر تسليم هذه المشروعات خلال أيام بعد الانتهاء منها تماما كما تم تطوير ممشا خليج نعمة وتوحيد هويته البصرية ليكون جنبا إلى جنب الممشا الجديد جاذبا لرواد مدينة السلام أنا كنت أجي شرم قبل آخر مرة جيت قبل سنة فيه فرق السماع عن الأرض ما شاء الله تبارك الله الشغل ليل ونهار الشغل والعمل المصري ليل ونهار ما شاء الله تبارك الله يعني أنقلبت بين عشية وضحاها إلى الأفضل الحين نقدر نقول خمس نجوم شرم الشيخ أكثر من خمس نجوم تطوير مئة في المئة فكرة رائعة واللي عجبني في شرم الشيخ هنا في خليج نعمة أن الجو صافي خليج نعمة ممتاز فيه تطوير الآن جيتها مع علق سغيد قبل سنة مختلف مختلف من أعلى في أعلى والممشا في الأحسن وفي الاستقبال يعني حياة جديدة واستقبال جديد وسنة جديدة وللأحسن بالنسبة قمة المناخ هي أحسن للدول يعني الدول اللي هي مش بتاجي شرم الشيخ لما حتاجي حتشوف أن شرم الشيخ القديمة من الجديدة إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة يأتي مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 التي تفصلنا عنها ما يقرب من ثلاثة أسابيع ويترقبها العالم أجمع لتوحيد الجهود من أجل إنقاذ القرة الأرضية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية أحمد الحسيني التلفزيون المصري نظمت مدرية الصحة بضميات خافلة طبية في قرية كفر الغاب تابعة لمركز كفر سعد ضمن الجهود الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بضميات السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز للأشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات نقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا الخدمات اللي بتتقدم في القفلة بتبقى كلها بتتقدم بشكل مجاني تماما عندي الصيدلية النهاردة فيها حوالي 150 صنف دوائي كلهم بيتقدموا للمريض بشكل مجاني المريض بعد ما بيقطع التسكرة وبيروح يكشف ممكن يكشف في اليوم الواحد تخصصين طبيين وفي اليوم التاني تخصصين طبيين مختلفين فبتبقى محصلة كشف المريض حوالي أربعة تخصصات طبية في القفلة بالإضافة كمان أنه ممكن يعمل تحليل أو يعمل أشعة بعد ما بيخلص دورته في القفلة بيجي عندنا الصيدلية بنسلم منه الصيدلية بنبدأ نرجعها بتتسجل التسكرة وبعد ما تتسجل كمان أنه هي بنبدأ نحضرها له وبنصرفها له قفل علاجية بيبدأ الاستعداد لها قبلها من فترة بنبدأ طبعا بتجهيز المستلزمات والعيادات اللي احنا محتاجينها والأدوية اللي احنا مفروض نوفرها في القفلة بناء طبعا على الداتة اللي عندنا من قفل قبل كده لاحتياجات صحية للمكان وإيه التحليل المطلوبة والأشعاعات المطلوبة اللي هتقدر تخدم أكبر عدر المواطنين في المكان عندي 12 ممرضة في كل عيادة و12 عيادة في كل عيادة ممرضة بجانب عيادة الكشف المذكر وعندي التمريد بتاعي يعني مدربة على سليب مكافحة العدوى وعلى معايير الجودة استضافت محافظة الأكسر المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات سهاج وقناء والأكسر وأسوان وأكد محافظة الأكسر على أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تعكس الأهمية والمكانة التاريخية لها كما تأتي تأكيدا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 20-30 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح سيسي والتي من أهدافها مواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وذلك من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية محافظة أسوان تقدم لها 188 مشروع على سبيل المثال احنا قدرنا في الآخر نقود الست مشاريع دي بالتصويت من درجة أننا يمكن عادنا لحد آخر يوم في التسجيل كنا بنحاول أن نشوف الأفضل ونبدأ نرشح المشروعات بنقول أن اللي تم ده لصالح الدولة المصرية ولصالح المؤتمر القادم كوب 27 واضح من المشروعات التي تعرضت أن فيه جهد مبزول على الواقع على الأرض الواقع وده بيتماشى تماماً مع توجهات الدولة وبيتماشى تماماً مع استراتيجية الدولة في تحقيق استراتيجيتها للتغير المناخي أن المشروعات كلها وقعية وجاية من المجتمع وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوي خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية الرئيس السيسي يؤكدوا أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على مواجهة كافة التحديات البرلمان اللبناني يؤجل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مجلس الأمن الروسي يقول إن قبول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وكافئل بتصعيد صراع إلى حرب عالمية ثالثة شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة